مع الزوج يعني مع الزوج أنا يعني يعني عايزة أكلم الزوجة كلام خاص في الكلام ده هقولي للزوجة وهقول للزوجة عشان بالناس بتقول طب المقطع بيقطع الزوجة الواحدة والزوجة ده مش مشكلة تانا والله كده أنا بخاطب ده وبخاطب ده فأنتوا تابعوا المقاطع هتلاقيني بخاطب الترفين للزوجة على الأقل في العيد يعني ما شاء الله أطيب الطيب الماء مستحمية الله مبارك ونضيفة ويعني مسرحة شعرك يعني بتعملي الفورب أي حاجة بنتي بلاش الكحكة وبلاش الأمطة يعني حاولي أعمليه أي منظر يعني وما شاء الله طبعا أنتوا الجروبات العظيمة اللي من دلوقتي الجروبات بتعاتي النساء من دلوقتي شغالة بقالها أكتر من أسبوع هي ومعملي كذا والمسك الفلاني مش عارف يعمليه الخلطة الفلانية والعجل الفلانية والتفتح البشرة والتفتح الإيدين ومش عارفة إيه للكعوب عايشي عايشي شوف الحرين بيعمليه قدم كله في الصالح وكله عشان تصري عيني زوجك خير وبركة ما بقولكيش هاتي حاجة جديدة إن توفر معك مال وجبتي حاجة جديدة خير وبركة ما جبتيش والله غسيلا يا رسول الله جديدا قاله غسيلا حلوة المهمة تبقى نضيفة ورحتك حلوة وبيبقى في فرحة في قلبي لبيت أي حاجة المهمة بيشوفش مش مهم بصي بص عشان بس ما تزعلش وتتقهري سمع كلامي ما شافش الحاجة دي ما عملش مش عارفة إيه مش مهم خال ولا يعنينا بكلام ده المهم إنك انت بتعمليه لنفسك ويبقى قصا حتى بتعلمي أولادك وبناتك اللي موجودين في قلب المناسبة دي إنه شايفين أمنا وضع مختلف وفيها حاجة مختلفة هم كمان يطلعوا في بيوتهم كده ما فيش مانع أبدا إنك تعملي كارت لطيف جدا لزوجك فيه كلمتين حلوين بمناسبة العيد السعيدي الجميل ده كل سنة وإنت حبيبي كل سنة وإنت طيب كل سنة وإنت يعني زوج صالح كل سنة وإنت أب حنون كل سنة وربنا سادد عنك الدين وارزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه أي حاجة وفكرة كمان إن ممكن الأولاد يساعدوك في كروت التهنئة دي أو يعملوا كروت تهنئة كمان لأصحابهم ويبقى كمان قبل ما عدي بس نقطة الأب دي يعملوا لولدهم شكرا يا أبي إنك عملتنا كده أصر فينا الموضوع الفلان يا أبي والله يا أبي كذا 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 وكمان يعملوا لأصحابهم ويصوروها على الواتس ويبعتها له بحلو جدا شايفيه الزيارات شايفيه الزيارات شايفيه حظر الله مبارك أو أسبوع أو بادي أو بمناسبة العيد آه بمناسبة العيد يعملوا الحاجات دي وإحنا هنقول يقول لأ عيد وغير عيد المم هم يفرحوا ممكن يبعتوها زي ما قلتلك رسالة صوتية أو يصوروها مثلا بتبقى سكرين على الواتس ويبعتها لهم ده شيء طيب جدا جدا وصية للزوج أنا قلت للزوجة شوف كلام كتير وللأم شوف عليها قد إيه من أول الحلقة أنا عملا أقول وصية للزوج بص يا ابن الحلال يعني شكرا وكتر خيرك وربنا يخليكي لين سيدت الكل مش هتخسرك حاجة بل بالعكس هتزود رصيد الحب في قلبي زوجتك كان في عادة عثمانية أنا بعيدة للكلام ده كل سنة العلا الله سبحانه وتعالى يعني ينفق في صورة الأمة وفي صورة الرجال ويسمعوا بكلام ده ويعملوه والله سبحانه وتعالى يمن على رجال المسلمين يا رب أجمعين وأزواج المسلمين يا رب أجمعين بالمال الطي بالرزق الحلال المبارك فيه ويجيبوا هدايا لزوجتهم نفسي يجيبوا هدايا لزوجتهم كان في عادة عثمانية زي ما قلت لكم إن الزوجة في صباحية العيد لما بيجي الزوج من صلاة العيد بتقدم له القهوة وهي بتقدم له القهوة إيه اللي بيحصل؟ هو بيشربها بس مش بيدي الفنجان فاضي بيحطولها حاجة من زق الأصفر بيحطولها بقى ختم دهب حاجة دهب أي حاجة دهب يعني ماشي دهب 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 كده ما فيش فلوس ثم ما فيش كذا ورقة شكر كلمة طيبة ممكن مثلا تجيب لها حاجة فضة بلاش دهب ماشي في الفضة فيش دهب فيه ألماز أي حاجة المهم إن انت تقدرها ما بنقولش على فكرة عند الست ما بيفرقش أبدا القيمة العالية ولا قيمة الحاجة بالفلوس أبدا وهتوقي الست تقولي الكلام اللي أنا بقوله لكم ده سألقون لو ست سوية يعني وشخصية سوية المرأة تحب التأدير ولو بكده طبعا الوردة دلوقتي حلو جميل وزي الفلو كل حاجة ولكن الكلمة تحس إن هي مقدرة عند زوجها إن زوجها فعلا مقدرة كانت تعبت طول الشهر وانتوا كنتوا مش عايزين نقل من مجود حد لأنتا كنت بتعمل وهي كنت بتعمل هي تعبت والله سبحانه وتعالى يعني يعني الواحد على الأقل يشكر الناس لأنه ما لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى كتر خيرك شكرا يا ست الكل الله يبارك لك والله إحنا مش عارفين بيت من غيرك كان هيبقى أعمل إزاي صراحة رجالة يقولوا كده عقيقي يعني بالنسبة للأب اللي مش موجود مع أولاده ده لو أنت في البيت عامل جوا مع أولاده وكديك بتشارك في الحاجات اللي إحنا قلنا عليه طب أب مش موجود مع أولاده يا بني افتح كاميرا وتكلم عيالك وهات كل عيل كده واسمع منه وتكلم معاه ما تخليش فيه توجيهات ممنوع منعا بتن تجي تكلمهم وانت من على بعده في النسبة سعيدة وتديهم أوامر وتوجاته افعل ولا تفعل غلط لأ مهما لازم انصح ماشي مش دلوقتي فرحه خلي العيد بالنسبة لهم فرح أبونا بيتصل يفرحنا مش صوته بيعلى عندنا ومش عارفة بيعمل إيه وبيساوي إيه احنا شعايزين الكلام ده عيد عليهم فرحهم خلي مكالمة خاصة بينك وما بين زوجتك بتشكرها فيه وبتفعلا بتقول لها على حاجات تؤجر عليها تؤجر عليها تجيب لها دي قدرت قدرت ما قدرتش الكلمة الطيبة صدقة وكتير منها بيرضوا بالكلام ده بالطبطبة وبالجزاك الله خيرا تمام كده؟ تمام كده خلينا يعني أنا طبعا مش أخد أسئلة للحلقة دي لكن خلينا يعني أختم بيها زي ما بدت بيها قبل ما أقول الحاجات الإنجازات اللي حصلت في خلال شهر رمضان خليني أختم بيه هو إحنا محتاجين من بيوتنا إيه في العيد يا غير إنها تكون بيوت فرحانة دي وصية للزوجة ووصية للزوج وصية للأولاد في ساعات كتيرة بنات بتكلم تقول لي أمي أنا مش عارفك يا سيدي عميل إنتي إنتي بسمعتي الحلقات وبتتفرجي علي وعارفة كذا عميل إنتي وتبقى البنت البيت كله غم وهي ساعة بس كده ما تزحى وتطلع من قدطة إيه ده البيت نور ده ريحانة البيت جات المرأة هي كده الأنسة كده في أي مكان بتبقى موضع فرح وموضع بسمة وموضع لطف في قلب البيت أنا عايزاكي كده الحلقة اسمعها أنا بقول أفكار بسيطة جدا جدا ونكنت جبت لكم عالي اللوحة اللي أنا عاملنا لكن حاجات بسيطة جدا وتعملي فرحة في قلب بيتك وفي قلب عيالك وانت لو انت أخت تعملي الكلام ده وامك مش واخدة بلا فرحيها وتقول تدعي لك الله يبرك لها بنتي ده بنتي دي صاحبتي ده مش بنتي دي صاحبتي ده هي اللي بتخلي بيتنا يعني في البهجة والبسمة الشكر من الله سبحانه وتعالى وإحنا مأمورين تعبدا لله الفرح بالعيد عبادة تعظيم شعائر الله والعيد من شعائر الله أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى